لكن لِنَعْلَمَ مَنْ يُبُحْ تقول لي لِنَعْلَمْ هذه كثيرة في القرآن الكريم لِنَعْلَمْ لِنَعْلَمْ ليس معناه أن الله كان لا يعلم ولا أقول الكلمة الأخرى أبداً حاشاً إلا أبداً وطبعاً برهان أن الله سابق علمه بكل شيء قبل وجود كل شيء ليس وجود الأشياء حتى قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق أي شيء هذا البرهان ثابت وقوي بالكتاب وبالعقل أيضاً لن نخذ فيه الآن موضوع هذا الكلام يطويل ولا هوتي معقد ولكن عند أي مؤمن هذه قضية محسومة بفضل الله تبارك وتعالى الله يعلم وأبسط برهان عليها بروح فيزيائية تعلمون ما هو؟ ببساطة نحن لا نحيط علماً بالأحداث المتتابعة أيها الأخوة سواء في الوقت ذاته وطبعاً مباعلة التي لم تقع أصلاً لسبب واحد أننا مظروفون بظرف الزمان نحن محكمون بالزمان والمكان رغماً عنها نحن كائنات مبعدة تقع في أبعاد وتنشط وتفكر وكذا في أبعاد على الرغم منها صحيح؟ على فكرة وقدرتنا على إدراك أننا مبعدون واقعون في أبعاد تقوم وحدها برهاناً على أن فينا جزءاً ليس مادياً ولا يخضع إلى الأبعاد وهو الروح تفقت فيه قضية فلسفية كبيرة أو من أقامها على هذه السكة ابن سيناء وإلى اليوم فلسفة الإيمان وفلسفة المورئيات الميتة فيزيكس يعتمدون هذا البرهان وقد بسطوه وشعبوه وتكلموا ولكن جوهروا عند ابن سيناء رحمة الله عليه البرهان قوي فلسفة عظيم جداً فعلاً فينا نحن نفخ من روح الله لا إله إله وندرك بهذه الأشياء قضية قضية تعلق كبير بقضية فلسفة الوعي لذلك الفلسفات المادية انتبه وقد يعني تصدمون بهذا الآن الفلسفات المادية سواء في علم الفيزياء البحثة هكذا أو في علم الأعصاب علوم الأعصاب كمان أو علم التطوع إلى آخره تنكر الوعي ما رأيكم؟ نعم طبعاً مرة قلنا أنتكم ملحداً حتى تنتحر عقلياً هؤلاء ينتحرون على جميع المستويات وعلشان تشبثوا بذيوء الحاد أنكروا حتى الوعي قال لك ما في شيء اسم وعي بشري هذا وهم من الأوهام وأنكروا الحرية حرية الإرادة والاختيار قال لك وهم من الأوهام والوعي وهم كمان ضعنا عدمية مطلقة عشان بسوا الحدود هذه الخطيئة تحتاج إلى أعتقد محاضرة أو خطبة تكون مركزة نوضح فيها هذه التبعات الخطيرة نرجع مرة أخرى بخلافاً للرؤية الإيمانية الأمور واضحة ما شاء الله وقوية وصلبة وتتفق مع الحس المشترك ومع المنطق البدهي العام ومع تجربنا للمعيشة في واقعية أنفسنا ووعينا والكون واقعية حريات إراداتنا واختياراتنا هذه كل أشياء واقعية نعيشها نحن نكابل علينا عملياً حتى ديفيد هيوم الذي كبرى هذه الأشياء وخط الطريق للمكابرة فيها قال أكبر شكاك وأكبر ارتيابي حين يترك يعني معمله ومكتبه وأوراقه وأقلامه يعيش مع الناس يعيش كواحد من الناس ويترك ريبته ويترك شكوك لأنه يعرف أنها كذب ولا تلتأم بالحياة العادية ولذلك يسموها في الفلسفة اليوم يسموها التنافر المعرفي كوغنيتف ديسننس كوغنيتف ديسننس كوغنيتف ديسننس يعيشون تنافراً حقيقياً يضعون مبادئ ولا يستطعون أن تعيشوا مع ماذا؟ لوازم هذه المبادئ فيقطعونها عن لوازمها ولكن نعيش بلوازم أخرى ولكن هذه لوازم لها رؤية دينية ننقل لك نحتاج وقت ما سكين خلافاً للمؤمن ولذلك قال تعالى ومن يُشرك بالله وكيف الأنكر الله مرة واحدة أربعة واحدة ومن يُشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف والطل أو تهوي به الريح في مكان يتقطع الله يقول في تنافر عقل في جهة عطفته في جهة مبادئه في جهة أفكاره في جهة أمانيه في جهة قناعاته في جهة موزق المسكين بل قال تبارك وتعالى وهذا أعجب وكان أمره فرطة شفت؟ فرطة يا أخي الكلام عجيب والله بقشع البدن تفكر فيه لما تفهم بهذه الطريقة يقول يا الله ما هذا الكلام؟ هذا كلام رب الإنسان هو خلقك ويعلم بك أكثر من نفسك لا إله وهو الوحيد القادر يتحدث عنك وعن كل مشاكل على جميع المستويات حتى الفلسفي والعلمية الدقيقة أكثر مما تظن قبل أن يخترعوا مصطلح التنافر والمعرف أمان زمان قال لك يا تمزق قال لك فرط مثل عنقود عنب منظوم منظوم نظماً دقيقاً إذا فرطته خلص تصبح كل حبة في حال سبيلها أصبحت مثل عنقود عنب المفروط لأنه كافر ملحد مشرك متنافر متشاكس مع نفسي متشاكس مع كل نظام الكون على فكرة دون أن يدري قضية كبيرة إذن الله قال لي إلا لنعلم ليس معناه أنه كان لا يعلم تعرف ما معنى لنعلم هنا؟ وهذا؟ هذا قوة اللغة ومجازاتها وأساليبها البيانية لنظهر علمنا ونحن نعتمد هذا الأسلوب في حياتنا حين يكابيرك أحدهم في قضية فتقول له طيب هيا نفعل كذا وكذا وكذا لكي نعلم كذا وكذا وأنت تعلم أصلاً أنت تناضل عن عن هذه القضية التي تريد أن تثبت العلم بها ما معنى قولك؟ لكي نعلم لكي أظهر علمي نحن نعب بلاد الطريقة لكي أظهر علمي وإلا أنا موقن وحارف أنه أنا في جانب الصواب لكي نعلم لكي نعلم كذا وكذا واضح؟ لكي نعلم مدى وفاء الذي تدافع عنه مثلاً اختلفتم على شخص أنت مثلاً ترى أنه غير وفي جربته وجربته وفاءه لأهله والناس ما عنده أي نعمل وفاء غدار والعيض والله مثل ذئب معنى ذئب وفي جداً للذئاب على فكرة أوفى حيوان أثير لكن هكذا وهو يقول لك هو أوفى تقول له هيا نختبره في كذا لكي نعلم أين هو من الوفاء وأنت تعلم أنه غير وفي ما معنى إذن لكي نعلم لكي نظهر علمنا لكي أظهر علمي الذي أنا موقن به هذا معنى لكي نعلم لأنني رأيت قبل حوالي خمس ست سنوات مقطعاً قصيراً لم أكمله طبعاً لأنه المتكلم المسكين لا يعرف شيئاً لغة عربية مكسرة بالكامل يرفع وينصف كذا وجاي فسر القرآن وقال لك المسلمين ليس فهمين المسلمين جهلوا والمفسرين من الزمان ولا فهمين حاجة نعوذ بالله من العجب ونعوذ بالله أن نقفو ما ليس لنا به علم وجاهل ما بعرف لا نحو ولا صرف جاي يتكلم القرآن قال لك الله لا يعلم الأشياء إلا بعد أن تقع لأنه قال لكي نعلم اللي نعلم إذن هو لا يعلم مسكين موسيقى 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 شكرا